لو جاءنا في نص الليل او راجع من برج عين هتعرف تعملي ستندوتش الجامل ده في ديها واحدة بس لو عندك عيش عادي جدا اكيد موجودة عندنا كلنا خدي رغيف العيش وقطعي نصين بالشكل ده هناخد طبقة واحدة بس منه رح يبقى افتحي التلاجة وشوفي كده اي اللي موجود جوه التلاجة اي بقى نوع جبن لانشن اي حاجة موجودة في التلاجة ما فيش مشكلة هنستخدمها انا كان عندي جبنة بيضة استخدمتها وكان عندي كمان الشراح الشدر دي بس عملت استندوتش من كده لو عندك بقى شوية زاتون نحطيهم معاهم لو عندك فلفل عايزة تضفيه لو عايزة تضفيه طماطم اللي انت عايزة تضفيدي فيه ما فيش مشكلة خالص انا استخدمت اللي موجود زي ما قلتلك عندي في التلاجة اللي فيه بقى كده رل وبعاديا على استندوتش ميكر لو عندك هتريح حط فيه طب لو ما عندناش سندوتش ميكر هنروح على تصع على النار وهندي كده دهنة من الزيت وبعدين نروح محماصينه على الناحيتين او دهنة من الزبدة بس يعني هيديك نفس نتيجة السندوتش ميكر بصي بقى الجبنة تحفة ده بتبقى جوه وبقى سندوتش كده ما قرمش من برة وتحفة جدا فيش ابسط ولا اسهل من كده ولا اسرع من ده سندوتش هتعرفي تعمل ايه موسي جبنا بصة من كل ناحية من الفيديو كنا لاعجبكم والفكرة كنا لاعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته